مع إعلان المعارضة السورية المسلحة الانتهاء من سحب سلاحها الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب بحسب اتفاق سوتي طغت حالة من الترقب الممزوج بالتساؤل عن الخطوات القادمة على المشهد في الشمال السوري مراقبون عدوا الانتهاء من عملية سحب السلاح الثقيل دخولا إلى المرحلة الأصعب للاتفاق ووصفوا المرحلة القادمة بالمرحلة المعقدة والصعبة للغاية وتحديدا فيما يخص مستقبل هيئة تحرير الشام ومصير المقاتلين الأجانب في صفوفها كما أنه لا مجال لنقل هؤلاء أو ترحيلهم وعائلاتهم إلى منطقة ثانية خاضعة لسيطرة المعارضة ما يعني وجود معضلة جديدة وأمام هذا المشهد لم يستبعد المراقبون أن تتحول إدلب إلى ساحة اقتتال داخلي بين الفصائل المدعومة تركيا من جهة وبين تحرير الشام من جهة أخرى وفي الوقت الذي لم يزن فيه المراقبون بحتمية حدوث الاقتتال بين الفصائل أكدوا أن الحل لا يزال مغيبا حتى الآن واعتبروا أن أكثر ما يبعث على المخوف من حدوث ذلك هو التحكم الروسي الواضح ببنود القرار حيث أن الرؤية الروسية حتى اليوم تدل على نوايا مبيتة ضد إدلب مصادر إعلامية نقلت عن قياديين بالمعارضة السورية تأكيدهم أن استكمال سحب الأسلحة قبل الوقت المحدد لا يعني أن الاتفاق سينفذ بسلاسة إلى النهاية والخطوط المقبلة هي انسحاب كل الجماعات المصنفة إرهابية مثل النصر وحراس الدين وغيرهما من الجماعات المتشددة الصغيرة إلى داخل إدلب غير أن آخرين اعتبروا أن سحب تحرير الشام لسلاحها يعني أنها موافقة على الاتفاق ما يشير إلى قرب الإعلان عن ذوبانها في التشكيلات العسكرية التابعة للجيش الحر المصادر أضافت أن الاتفاق أنجز في مرحلته الأولى ولم يتبقى إلا النقاط الأخرى المتعلقة بتسير الدوريات العسكرية التركية والروسية وهذه النقاط يبدو أنها ستطبق بسلاسة وذلك في حال لم تطرأ أي حوادث إطلاق نار من جانب النظام ورأت المصادر في المعارضة أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على فتح الطرق الدولية أمام الحركة التجارية وتحديداً طرق حلبة وحماتة وحلبة واللاذقية ومن ثم تشكيل المجالس المحلية ورهنت المصادر ذلك بقدرة روسيا على الوفاء بتعهداتها عبر كبح جماح النظام والميليشيات الإيرانية ترجمة نانسي قنقر